اشتركوا في القناة امار هيلال وما كيعنيش بانها سعو امار هيلال باعتبار رئيس سافير الدائم المغرب الأمم المتحدة هو ابتكر هاد المصطلح هذا باش يجيبو باش انه الجار الجزائي تحس بانه المغرب يتدخلو في شؤونها وانه يصعيدو بشكلين غير مقبول هاد المصطلح هذا هو مصطلح موجود في القانون الدولي وكيعني ببساطة وهو انه الأمم المتحدة كتقترح بانها تمنح لهذاك الشعب او السكان المحلين واحدة الامكانية ممكن نقوله امكانية باش يقروا الشكل ديال السلطة اللي هم ابغوها والطريقة ديال تحقيق ديال السلطة هادي يقبوا لكن بواحد المسألة طفرة لهم بشكل حر ولم يكون تدخل خارجي لحد الان المسألة فقط انها كتدخل في اطار ان المغرب يعلنوا بانه كيحس بانه واحد شعب اللي عنده مقومات ديال تكامل بانه مضطهض بانه مغلوب عمري بانه اقدم شعوب استعمارا في العالم لان القبيليين معروف عن الكبير والصغير ومعروف بلغات العالم كلها بانه شعبون قديم ورجعوا تاريخ وجودهم في الاراضي اللي هم فيها الحاليا قرجع لماليسين بالمناسبة هاد المصطلح هادا اكادري كان بانه مصطلح منسوب الرئيس الويات المتحدة الامريكية ويلسون وكي ندو شروط لتطبيق مشير نقوله حق طق المصير وكفا ومبين هاد شروط لتطبيق بعد اول حاجة يكون شي حاجة كتربط بين هاد السكان ديال الاقليم تكون مشتركة بينتهم كتوحدهم كتعطينا انطباع بانه كنقوله هادو كيتشابه بعضياتهم فهاد المسألة هادي بمعنى انه بلا ما نحتاجه لشي اه امكانيات اخرى دينية او اه امكانيات يعني مادية اللي تغطينا نميزه مجرد ما نشوفهم ونسمعوهم ونحضروا لهم كيبان بان هاد الناس بناتهم المشتركة هذا واحد تاني حاجة كتكون بناتهم احتقافة مشتركة تقافة لكتوحدهم كتخلي تواصل بناتهم مقبول كتخلي اهلية تتبير اليوم الحياة التعوم عندها ضوابط معينة وقواعد انسانية واجتماعية معينة ممكنش لك انك الا انك تستعبها من خلال هادك المورود التعوم التقافي والحاجة الاخرى يكونوا بانهما ساكنين ومقيمين في واحد المنطقة محددة معينة معروفة معلومة بينها طبيعة الحال هاد الشيكين نقولون مشير مجرد ما يتجتمعوا مثلا هاد ثلاثة ديال اه الشروط هادي هادي نقولون بان حق هاد الاقلية ولا هاد المجموعة للسكان ولا هاد المجموعة للناس حقهم بانهم يطلبوا تقليل مصر الله كالشرط اه القواعد ديالامم المتحدة بانه هاد الشيخص يكون بزمين طويل بمعنى يكون مند عدة عقود ولا وقدر نقولون بانسبة للشعب القبيل هو عدة قرون انا كنقولوا راهب فاشكن تتكلموا على القبيلين لا نتكلم على القبيلين ديال مئة عام ولا خمسمية عام ولا ألف عام ولا كده نتحدث على القبيلين ما قابل اه الاسلام نتحدث على القبيلين بملايين سنين وبالتالي انه هاد المسألة هادي اه كتخلي بانه الموضوع يجب ان نتناوله من خلال الفاهم القانوني ومن خلال شروط ديال الطبيق ومن المبادئ المتعرف علي بالقانون الدولي اه بخصوص حق تقرير المصير اول حاجة هو حق جامعي ماشي حق فرضي بالتالي ممكنش واحد اي واحد اشارة الناس او ثلاثين او ربعين او حتى مئة يجيوا يقولوا بغينات قرير المصير لا اه المبدأ يقتضي بانه يكون غالبية السكان يكون مجموع السكان يكون اه عدد السكان الكبير اللي يطلبوا حق تقرير المصير ليطلبوا اللجوء لهذا حق تقرير المصير مسألة التانية ان يكون هادك المشترك التقافي يكون واضح بينتهم ومعلوم ويكون بانه اه يخلي بان التاريخ يحكم بان ان هاد ناس هادو را عندهم مشترك التقافي ليس مشترك مشترك التقافي اللي يقدر مثلا نصنعوه او اننا بوضحوه او بوضحوه لا الاخصو يكون هاد المشترك التقافي مشتركون جاي مسترسل عبر التاريخ وهذا اللي هاد يخلي بانه اللجوء لهذا الحق تقرير المصير هو كيدخل ضمن قاعدة الامكانية النص كتقول شنو ان كانية اللجوء اليه والاحتمال ديه لعدم اللجوء اليه شكو اللي كيبقى عنده الاراضة فيه وهو هادوك السكان لذلك الاقليم او الشعب لذلك الاقليم اللي هما عندهم كيبقى لهم الحق فانهم يختاروا يطبقوه من عدمه وهنا كيبين بان المغرب لا لم يتدخل اه في فرض هاد وانما يوحي المجتمع الدولي وينبي المجتمع الدولي بانه هناك شعب له مقومات الشعب المتكاملة ومضطهد وهو مضغوط عليه وهو محروم من حقه في اختيار الشكل ديال الحكم اللي هاد يبغي وهو شعب القبيل وهذه مسألة كتبين بان المغرب لا يتعاملوا في المبادئ عن طريق الشعارات وعن طريق الاختيارات وعن طريق المناورات وينك يتعاملوا مع المبادئ من باب القناعات ومن باب المسؤولية ومن باب الإنصاف وهذا شيء يجب المشكر عليه بالعكس الى كان انه هاد الشعب القبيل بانه هو مضطهد ومغلوب عمره وانه محروم من كل المزايدة للدولة وانه وجدت فرصة انسلطوا الدول على الناس هادون اعطوهم فرصة انهم كيفاش يبينوا واش هما مرادين ولا مرادين شو يبينوا كيفاش هما كيعاني ولا ما كيعاني وش بالعكس بنسبة للشراء الجزائر ما عليهم الا ان يقدموا لنا بالدليل ويقدموا العالم بالدليل كيفاش انهم اعطاوا لهذا الشعب هذا كل حقوق اللي هما كيستحقوها او اعطاوا التفرصة في انهم يعبروا واش هما عندهم الحق ولي هما عندهمش الحق وهنا كي بنبي انه الموقف المغربي عن طريق السفير الدائم الممتحدة انما موقف نبيل وموقف شجاع وموقف يستحقوا الاهتمام من حيث التأصيل القانوني والمناقشة العلمية وكذلك المحاججة اشتركوا في القناة